السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتغيب للا خديجة اذا غاب كان توضى وكان سلي واحدة ركعتين ثم كانرفع ادي الاسماء وكانقول قول الله تعالى وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وهو على جمعهم اذا يشاء قدير ربك يشمع شمل مع الاحبة كان قنقول ونعودها وكانقول قول الله تعالى نداء الغائب له غيب كان ندع له انا ما عندي صوت انا ما عندي وسائل تواصل انا ما عندي راديو او كاميرا او تلفاز او فضائية لا لكن عندي مدى جنود الرحمن الله تعالى عنده جنود السماوات والارض كان قول اينما تكون ويات بكم الله جميعا اينما تكون ويات بكم الله جميعا كان استعن بالله بقوله سبحانه وكان قول هذا الاية وربي عز وجل كيسخر الملائكة السماء وجنود الارض وفيما كان هذا الغائب كيحضر ثم اقرأ سرطة الضحى اللي تلفت ليش حاجة كيانا سرطة الضحى والضحى والليل ايدا سجا ما ودعك ربك وما قال نهائيا ما تخافش ربي ما ودعك وما قال إنك بأعيننا وربي عز وجل الحاجة التلفة والحاجة المضرة والحاجة الغيبة كتحضر واتشير مجرب يا ما عشنا مع اناس كانوا كيقلبوا على الشيء ما تعضع لهم او احد الاقرباء دي لهم خرج ولم يعود وكان بؤس شديد وتواصلوا مع قناوات فضائية وتواصلوا مع رجال الامن ومع مخافر الشرطة وقلبوا مع جميات المجتمع المدني وللأسف ما لقوا شيء اترب لكن حينما استغاثوا بالله ودعوا المولى عز وجل في جوف الليل ربنا عنده إنك بأعيننا ركلش بعين لرب يعرفوا فينكي الآن اللحظة اللحظة ربنا عارف حاله وفين كين يأتيك به سبحانه وتعالى ويخلق الأسباب والمسببات فنسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد بحق قوله أينما تكونوا ياتبكم الله جميعا الله يجمع كل من خرج ولم يعد وكل من ساعن أهله ودوه وأحبابه اللهم رد إليهم ردا جميلا اللهم بحق قولك وهو على جمعهم إذا يشاءوا قدير اجمع يا ربنا بين كل حبيب وقريب اجمع بينهم قريبة للا خديجة الله يفرحكم ويسعدكم جل جلاله باللقاء وجم الشمل في القريب العاجل آمين آمين يا ربي يا كريم خديجة جوابا على أسئلة الفقهية قضية سجود الشكر هذه نعمة عظيمة من أوتي سجود الشكر راوح أتيا خيرا كثيرا كيقول الإنسان أعطى الله واحد نعمة نجح في الامتحان أو دخل في واحد مشروع تجاري وربح فيه ربحا طيبة أو أنه در أي حاجة في الحياة دياله وربي وفقه هذه نعمة لابد هذه النعمة نشكره عليها كيقولها باللفظ كيقول الحمد لله والشكر الله باللفظ وكيقولها بالمعنى أنه يتصدق يعمل حسنة ويحدث بها الخير وأما بنعمة ربك فحدث كيقول ربك رمني الحمد لله والشكر الله أعطاني وكرمني ما يتشكاش هات ناس يتشكهم الله الكثير كي يشكون الخالق للمخلوقين شوف ربي أجدل يا شوف قد ترى علي رزقي شوف ربي مردني شوف ربي فرق بناتنا أعود بالله بشتن راجم أتشكو الخالق للمخلوقين والعيد بالله لا المؤمنون كي يشكر الله للنعم شوف ربي شعطاني شحمل الخير ما كنت أظن أن أصل إلى هذا المقام فأوصلني إليه وربي وعدنا ولئن شكرتم لآزذنكم الشكر يكون باللسان يكون بالحال يكون بالصدقة والعطاء والإكرام من لك يفرح الإنسان كي يشكر الله تعالى بالعطاء كيمددوا الخير كيف ربي يعطاني نعطي وكان الصالحون في الأدين كلها في الأدين كلها من لك يعطيهم ربك كيخرجوا العشار كيخرجوا العطاء وكين من عظمة الشكر هي السجود الشكر هو أن الإنسان ينحاني إلى الأرض ويسجد لله تعالى ويشكره شكرا عظيمة هذا الحال لكن نشوفها بعد مرات كثيرا في في الملاعب الرياضية من لك يكون شي فارق رياضك يلعب وشي هدف أرمال كورة ومشت مع الحب وسجل الإصابة كدقى من قوة إيمانه يسجد لله تعالى سجود الشكر أمام مرأة الملايين هذه نعمة ودعوة إلى الله كنوصي الأحبة دينا اللاعبين في الفرق الرياضي المتنوعة حينما يسجد الإصابة يشكر لله تعالى والناس ينظر لي كلهم لوحة إشهارية إيمانية ربانية معبرة لك فيها أجروة وبعظيم تعلم الناس سجدة الشكر فهذه السجدة ما فيهاش شروط دي القبلة يعني أينما وليتم فثم وجه الله سجد شرقا غربا بحرا بحال بحال وليس من شروطها الوضوء مش بدا تكون متوضة وخد تكون منتقد للوضوء وليس شروطها دخل الوقت ما في وقت أي وقت في أي وقت ممكن أشكر الله تعالى سجد الشكر وربي وعدنا بما دا وعد قال وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ الخير كي تدفق عليك فانتعلموا أيها الأحباب الكرام شكرا نعم أرى واحد الباب عظيم من أبواب الخير نسلك يقلبك يقولك أنا ما عندي ظهر أنا عندي العكوسات وعندي الموانيع والأبواب مغلقة رأى طريقة سهلة باش تكون من المناعمين في الأرض هناك المناعمون في الأرض سجد شكر نتوضع ونستقبل القبلة ونسجد لله ونسجد عظيم وسترون عجائب قدرة الله المزيد من الخير والبركة للا خديجة بالنسبة للباس الذي فيه حيوانات هو الرسم ما فيه حرج الرسم الممنوع هو الرسم اللي كان أيام زمان عند مشرك قريش كيرسم صور يتخذونها آلهة كيرسم حيوانات طيور خيول دواب وتتخذوا كعبادة لله هذه طبعا محرمة لكن الرسم العادي ما فيش إحاءات ذي العقيدة وذي العبادة فهو أمر مباح ذلك فن الفنون لكن اللي منهي عنه هو أننا أثناء الصلاة أن الإنسان سيخشع إلى بثل أمامه صور فيها فيها هذه الرسوم قد ينظر إليها ويتأمل ويضيع خشوعه وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أهدي للنبي الكريم توب جاءه من اليمن فيه رسوم فيه طيور وفيه مزركش فاستعملته أمنا عائشة رضي الله عنها زوجته استعملته في الضبحة الخامية فلما أرد النبي الكريم أن يصلي انشغل بالصور فلما فرغ من صلاته قال يا عائشة قال أزل عني هذا الثوب قال لا تزال الصور تتمتل إلي في دهني وأنا أصلي ماذا سلت بأمنا عائشة ذك التوب كان خامية ردته مخاد وأصبحوا يتكئون عليه ويجلسون عليه فهو أمر مباح لكن نحضر فقط للصلاة حتى نخشع بإمر الله تعالى وأسأل الله الكريم أن يسعدكم للا خديجة وتحية كبيرة لكل أفراد العائلة نريد أن نسول الزوجة للأخ ديالك نسمع لها للأسف نقطع الخط ولكن على كل حال الغائب عذره معه كنا نريد أن نعرفه وربما فين غاب هذا الشاب والمدة اللي غابها ونتعرفه على الملامح دياله لعل لا لعل شي واحد كنركن متغيبين لعل شي واحد من المستمعين والمستمعات ربما قد يصادفه قد يطلع على بعض أحواله وقد يفيدنا فنتمنى مرة أخرى للا خديجة أنك توصل معنا باش نعرف المعلومات على هات الشاب فين غبر صفة دياله المدة على من اللي بينا له لعل لا وعسى شو واحد من الصالحين يعرفوه أو يجبني الأخبار دياله ويبلغنوا ونبلغوكم ونكونوا سعداء بلمي الشمل على كل حال هذه كلها غير وسائل وسائل مساعدة للوصول والتواصل بين الأحبة وإلا وهو على جمعهم إذا يشاءوا قدير احنا كباشار كندلوا الأسباب لكن لنا رب يرزق بالأسباب ويرزق بلا أسباب ويرزق ضد الأسباب ملك التقطع بين السبول ما كان خافوا ما كان حزنوا ما كان دخلوا في اكتئاب ما نقلوا ممتي ناري أي أبدا أشخاص قلوا يا ربنا نحن بين يديك أنقذنا أغيتنا وربي عز وجل لك جيب الفرج السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة